السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديدة على قناتي وقناتكم سنة بيوتي جاسبار تكونوا على خير فيديو اليوم إن شاء الله غادي نهضر لكم على هادلي ديو دورون هادو إن شاء الله هادلا مارك هادي كتباع غير في بيم صراحة معمني شفتها في شي بلاسة أخرى ثمان ديال هارخيص كتباع غير 13 درهم والصراحة زوينة 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 بزاف فكيف كتشوفوا معايا رفع ثلاثة ديال أنواع غادي نهضر لكم على كل نوع فيها وغادي نقول لكم إينا وحدة الطوب إينا وحدة اللي كتعجبني ولي كنصحكم أنكم تتخذوها فكيف كتعرفوا الأضواق لا تناقش يعني مش بالضرورة دك النوع اللي عجبني أنا غادي يعجبكم ولكن هادي اللي غادي نقول لكم اليوم اللي قتلكم الطوب ما شغل رأيي رأي حتى الناس اللي خدامين في بيم لأنه هي اللي كتخرج لهم بكثرة لدرجة أنه بعض المرات كيغبروها ما كيبينوهاش كيبينو غير الأنواع الأخرين ولكنتوا أول مرة كتشاهدوا قناتي وبيتتكونوا من العائلة دينا سوى يوتيوب كنقول لكم مئة ألف مرحبا بيكم غادي تشرفوني طريقة جيد سهلة مع لكم إلا تأبونوا في القناة بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو سابسكرايب تابوني أو الاشتراك ما تنسوش كذلك أنكم تفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم إشعار بجديد فيديوهاتي وأهم حاجة ما تبخرش عليها بلاي لايك ديالكم بالتعليق زوينه وكذلك تبارتجوا الفيديو باش تعمل فائدة إذا الغزالات جالية غادي يبدو الفيديو ديالنا على بركة الله بنسبة الهدف من هذا الفيديو هذا أول حاجة بنسبة اللي بنات اللي كيبغوها كشي ديو دغون تكون رخصة في التعمان وتكون زوينة الهدف الثاني بالنسبة اللي بنات اللي بيشوفوها أول مرة يشوفوها دلع مارك شالة في أول مرة في بيم وحارو ما عرفوش إنا وحدة ياخدو غادي نقول لهم إنا هي الطب وإنا هي اللي كان صحوم أنهم ياخدوها واللي زموينة فيهم والهدف الثالث بطبيعة الحال هو أنني كنشارك معاكم أي حاجة استعملتها وكنقول لكم كذلك رأيي فيها أول وحدة غادي نبدأ معاكم بها هي هاد الفيولي هادي شالة دريم هادي الصراحة الريحة ديالتها سيكري الريحة ديالتها حلوة وريحة ديالتها كتبقة وما باش زوينين هاد هاد يودور ديالتها كاملين أنه ريحة ديالتهم كتبقة في الحوايج يعني مش من هادك النوع التروايح أو للي ديالتها الديروها وكتري دغية واكاين هاد البيضة هادي شالة صفت الريحة ديالتها مجهدة الريحة ديالتها قوية بزف مع أنه كاتبين عليه صفت ايه صراحة الريحة ديالها كتجيني بها الريحة ديال شامبوان شامبوان القديم quéنا كانت استعملوش حاله هادي كتكون الريحة ديالو مجهدة كنتي كتغسل بشامبوان كتخرج و الناس اللي ديزين ملح ذاك يشمبو فيك ريحة شامبوان مال دبا ما بقت لها ريحة ديال شامبوان لأولو مهم هدي كتجيني فيها ريحة ديال واحد شامبوان كننو كنستعمله من اللي كنا صغر و ريحة ديالتها قوية مجهدة بزاف قاع و دبا ندوزول هاد الغوز شيلا بيور اللي الصراحة كتجيني ريحة ديالتها شيك كتجيني ريحة ديالتها زوينة بزاف انا ما عنديش ديك القدرة و ديك البراعة على اناني نصف لكم الرواح ولكن غادي تعديوه معايا باش مكان المهم بالنسبة له هادو بتلاتة هاد الغوز هي طوب فيهم هاد شايلا بيور هي الواعرة فيهم و هادي كيف قلت لكم ماشي بالشهادة ديالي بالشهادة ديالناس اللي خد دائمين في بيم انا اول مرة بعدها مشيت لبيهم و شفتهم اللي جدبني فيهم هو التمن التمن ديالهم رخاص فقلت غادي نجربهم كنت كان ناخد جربتهم شميتهم غير تمام عجبتني الغوز هي اللي عجبتني وهي اللي كنت كان نجيب بزاف هادي بيور ولكن اللي بنات المشتركات عندي هنا ايا في القناة هما اللي نصحوني كيني اللي بنات نصحوني اناني ناخد شالا دريم هاديك الفيولي و كين اللي نصحوني بالبيضة شالا صوفت و جبتهم صراحة باش نجربهم ولكن اللي كان نعطيها اه نامبر وان هي الغوز و نقدر نقول لكم الفيولي في المرتبة الثانية والبيضة في المرتبة الثالثة بحكم انها قوية مجهدة بزاف صراحة ما عجبتنيش ولكن الوعرة هي هادي الغوز اللي كنصحكم انكم تاخدوها كيف قدت لكم الناس في بيم كي غبروها ما تيبينوهاش انا شحبنا مرة كان بشي وكيقولوا ليه ما كيناش سالات ولكن الناس اللي كيعرفوهم كيجبدوها لهم كيكونوا مخبينها زعما كيبغو تتخرج لهم هاد الفيولة والبيضة عادة باش يبيعوا الغوز لانها ما كيتباعو ما كيتباعوش ليهم بالكم اللي كتباع به هاد الغوز هادي وهدا اندل على شي انما يدل على انها زباينة وكتعجب الناس وهي اللي كي ياخدوها بكثرة دونك الى مشيتو البيم كنصحكم وبيتو تاخدو متلا زعما شي وحدة من هاد من هاد اللي ديو دورون هادو وحرتو انا وحدة تاخدو البيضة ولا الغوز ولا الفيولي انا كنصحكم بالغوز بيور واعرة بزاف جربوها على حسابي واردو علي اخبار بالنسبة لهاد المارك هادي شي اللي صنع تركي كتواجد فقط في بيم ما كنظنش بانكم ما تلقوها في شي بلاس اخرى وفيهم القراءات فيهم 150 اميل ولادات راك يكون بطبيعة الحل مطبوع في التحت ديال القراءة والتامان خلاص كيف قلت لكم 13 درعة مرخص ومن ديو دورون اللي كتبقى الريحة ديالهم يعني ما تحقروا مش رغما انو التامان ديالهم مرخص الا انو في غي مو الريحة ديالهم كتبقى شادة في الحويج والهنا غزالة ديالي غتكون سلطة فيديو اليوم كنتمنا تكون نالة الاعجاب ديالكم وتكونوا استفتوا معي كامل عادة قبل ما تخرجي ما تنسيش تخلي ليالي لايك انا كنوصيك خلي ليالي لايك وخلي ليتعليق زوين بحالك وبرتاجي الفيديو باش تعمل الفائدة وحتى انتلقوا ان شاء الله في فيديو جديدة كنقول لكم تهلا وفريوسكم ما تنسوش باني كان بغيكم بزاف وسلام عليكم